موسيقى موسيقى CZ يدور مخطط تشفير بونزي مقولة ذكرت في مقال صيني يتحدث عن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس في ضل مجموعة من الانتقادات التي تتبناها شركة مودرن ميديا كامباني لامتد رفع الرئيس التنفيذي لشركة باينانس CZ دعوة قضائية ضد الشركة والتي تعد كيانا مستقلا يرخص محتوى وكالة بلومبرغ وقد احتوت الدعوة لما زعم تشهير نابع من مقال صيني جاء فيه أن CZ كان يدير مخطط تشفير بونزي وقد زعمت الوطائق أن مودرن ميديا نشرت تقريرا يحتوي على تصرحات كاذبة وخبيثة تشهيرية ضد CZ وشركته حتى تم نشر المقال الأصلي على بلومبرغ بعنوان هل يمكن لأغنى رجل في سوق العملات الرقمية أن يحتمل هذا الشتاء الرقمي ولكن النسخة الصينية للوكالة نشرته تحت عنوان مخطط ZZ بونزي طالقوا CZ على الأمر قائلا أن أغلب الصحفينا في البلومبرغ جيدون لكن هذه المرة الأمر كان سيئا ويقاضي CZ المنشور لاستخدام عنوان بونزي في النسخة الصينية من الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمقال كما تم توزيع المقال باللغة الصينية مطبوعا في جميع أنحاء هونغ كونغ وفقا للإداعات والإداعات هي دعوة شخصية ولا علاقة لها بالمنصة أو بالشركة على حسب تأكيد باينانس عند تعليقها على الأمر مع كاين تيليجراف أيضا فإن سيزي يريد أن يرى عملية إزالة الخبر تماشيا مع الأضرار والفوائد والتكاليف التابعة لها ووفقا لوطائك المحكمة في هونغ كونغ تعتبر بلومبرج مدانة بشكل جزئي بتغييرها عنوان المقال وقد تم حثف المنشورات التشارية من على كافة وسائل التواصل الاجتماعي واستدعاء نسخ مادية من المقال المترجم للصينية في هونغ كونغ